بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي إحنا ما زلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنسير على خطاء ونبقى معاه على طول الحياة ماشيين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في سرته اللي بتتنور حياتنا في كل خطوة بيخطوها ماشيين مع حضرة النبي وإحنا مع حضرة النبي في سرته طول رمضان ورمضان مليان إشراقات بسيرة حضرة النبي النهاردة معانا حادث من السيرة وإحنا عارفين إن إحنا مختارين السيرة لإن إحنا منعتقد إن مليانة بأنوار حياة حضرة النبي وإحنا عايزين نعيش حياة حضرة النبي فنعيش تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم وهنا بقى معانا موقف مهم لإن في حدث كبير حدث يتعلق بحاجة مهمة في حياتنا إحنا عارفين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجب المسلمين سنة عشرة من الهجرة مع إن الحج كان فرض قبل كده بسنة على أرجح الأقوال يعني سنة تسعة فأول واحد حجب المسلمين كان سيدنا أبو بكر وقتها نزلت سورة التوبة خلونا علشان نفهم الأحداث دي وإحنا بنتكلم عن السيرة والسيرة مليانة أحداث فيه كذا حاجة لازم نتكلم عنها أول حاجة إن مكة كانت في الوقت ده تحت تصرف المشركين ما كانتش اتفتحت قبل كده اتفتحت في سنة تمانية هجرية اتفتحت سنة تمانية هجرية وفي رمضان يعني إحنا دلوقتي فضلنا كم شهر على الحج فضلنا شهرين يا نارا بيض والمشركين لسه فين لسه في مكة وبيحجوا عادي زي ما كانوا قبل كده وبيحجوا بعداتهم ولذلك في رواية من روايات السيرة بتقول إن المسلمين حجوا مع المشركين ولكن بكيفية علمها لهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معلموا حضرة النبي المسلمين إزاي يحجوا لأن مكة كانت لسه مفتوحة وفيها عدد كبير من الناس غير المسلمين وعلى فكرة لازم نعرف إنهم حجوا على عددهم اللي كانوا عايشين فيها تعالوا نتصور كده إن المسلمين بيحجوا مع المشركين اللي كان من عددهم لما يجوا يحجوا إنهم يطفوا بالكعبة عراية بحجة إيه؟ إن السياب دي عاصوا الله فيها لدرجة إن بعضهم كان يعمل إيه كان يرمي سيابه في الأرض ويسيبها ملقاة في الأرض لغاية ما الناس يدوسوا عليها ويحصل إن هي تبلغ من كتر ما الناس يدوس عليها بالأرجل هو فاهم كده إنه هو بالطريقة دي بيطهر من ذنوبه وإن اللي حاصل؟ وحجه مع المسلمين سنة تسعة كده المهم إن النبي محجش سنة تسعة مع المسلمين لأسباب كتيرة منها مثلا إن سنة تسعة كان عام يسمى بعمل وفود يعني أم حجه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بيستقبل الوفود وفود عديدة عشان يعلمهم الدين ويستعدوا لأكبر طيام وعبشري عيحصل وقتها وكمان لإن سنة تسعة كان فيه بشركين بيطوفوا بالكعبة عراي وقتها نزلت سورة التوبة اللي بتقول كده خلاص محدش يطوف بالبيت عريان ودي عادة جاهلية فنزل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زنتكم عند كل مسجد وخلاص خذوا زنتكم مش المقصود بيها بس إن الواحد كمان يلبس سياب جميلة تتناسب مع حضرة جمال الكعبة لكن كمان إنه يلبس سيابا تستر عورته وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوفوا بالبيت عريان واللي حجب المسلمين وقتها كان سيدنا أبو بكر بيحكي أصحاب السيار حاجة مهمة قوي فبيقولوا لما خرج أبو بكر بالناس من المدينة نزلت سورة براء فأرسل النبي يسيبهم هنا بقى أهل لازم نقف وقفة حلوة أو أومة أكادي إنه يكن ممكن يسيبهم يطوفوا ويحجوا مع الناس عراية لكن لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه أرسل سيدنا علي ابن أبي طالب بصدر سورة براء ليعلن على الناس في موسم الحجي أو من ناح وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي يقصد سيدنا علي يعني فلما سيدنا علي قرب وشافوا سيدنا أبو بكر سألوا أأمير أم أمور قال ابا المأمور فمضى يا أبو بكر أميرا للحج وعلي يبلغ صدر سورة براء ويساعده على ده عدد من الصحابة جمعنا الصحابة اللي صوتهم جهوري عشان يبلغوا المسلمين بصدر سورة براء منهم سيدنا أبو هريرة والطفايل بن عمر الدوسي وذكر أن سيدنا علي بوعث بأربع حاجات أول حاجة لا يدخل الجنة إلا نفسه المؤمنة كان بينادي بالحاجات دي ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان بينه وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعادوا إلى مدته فإنه حاصل؟ فكل ده خلاص ذهب ذهب ليه؟ لإني بلغوا سيدنا الإمام عليه يبقى إيه حاصل؟ يبقى احنا ده وصل للمسلمين وصل للمسلمين إنهم إيه؟ وصل للمسلمين حاجة مهمة إيه هي؟ إني مش هيحج البيت عريان وكأنني مش هيدخل حضرة مولانا إلا مستور ليه؟ لإني مولانا سبحانه وتعالى البيت ده ولزيك الضيوف دولة اسمهم ضيوف الرحمن فضيوف الرحمن ما ينفعوش إنهم يكونوا مهنين لازم يبقوا مكرمين آه يعني فكرة ستر العورة وتخيل ستر العورة ولزيك حتى الرجال يلبسوا الرداء والإزار لكن هم إيه اللي حاصل؟ إن ستر العورة ده جزء من كرامة الإنسان ده الدرجة دلوقتي يفضل لغاية دلوقتي لو حد عايز هين حد يجرده مما لابسه إيه ده ليه؟ لإني في الحقيقة إن ستر العورة فإيه اللي حاصل؟ ستر العورة نوع من أنواع الكرامة وده اللي حس بيه سيدنا آدم وستنا حوى لما أكل من الشجر فأكل منها فبدت لهما سوقاتهما وطفق يخصفاني عليهما من ورق الجنة طب هم بيستروا نفسهم بورق الجنة ليه؟ ده راجل أمام زوجته وإيه اللي حاصل؟ لا ده هم حصل لهم شعور إنه هو وكأنه نزعت عنهم مش ملابسهم مش ثيابهم ده نزع عنهم الكرامة كأنهما أصبحوش في حالة كرامة وعشان كده حضرت النبي لما أرسل سيدنا الإمام علي لو نراجع للأربع حاجات نراجع للأربع حاجات فنجد حاجة غريبة قوي أني دخول الجنة دخول الجنة؟ إيه عجبك هنا دخول الجنة؟ لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة ولا يطوفوا بالبيت عرياني وإيه اللي حاصل؟ الجنة ده له كرامة وتذكروا أني سيدنا أهدم لما أحس بالعري أحس بأنه مش في كرامة وكأن الجنة ونعيمها ينزع عنه لأن الجنة محل كرامة ولا يحق بعد العام مشرك والحق ده بفكرنا بيوم القيامة ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدتي مستور بعهده رسول الله مش ينزع عنه العهد فيتجرد لا يفضل مستور بعهده بينه وبين رسول الله يعني إيه اللي حاصل؟ يعني ستر العورة ده تكريم والشراء لما كان بيكلمنا بيعلمنا ستر العورة كان بيعلمنا أن القيم من أهم قيم الإنسان هو الكرامة الإنسانية اللي منها ستر العورة تعالوا نطوف مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أن البيوت محل نظر من نظر الله فزي الكعبة ليه محل نظر الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم محل نظر الله بالسكينة والمودة والرحم فعمل زي وكأن كعبة المجتمع والبيوت فما ينفعش نطوف حواليها عراية يعني إيه ما ينفعش نطوف حواليها عراية ثلاث حاجات لازم نحذرها أول حاجة الخطيب والمخطوبة ما ينفعش حتى ولتتعروا باطنيا أمام بعض ليه ما شفت حد بينزع عن نفسه كرامة الستر إلا ولا يجد لزة في ما يعيشه ما ينفعش أنها تقعد تحكيله عن معصيها ولا هو يحكيلها عن معصيه لازم يستروا نفسهم لأن ستر العورة كرامة فما حدش يفضح نفسه واحد يقول لي أصلاً عايزة أبقى شفاف شفاف لغاية ما ما بينك وبين الله يتفتحه لا يجوز ده لا يجوز أصلاً ما بين الأزواج فكيف يكون ما بين المخطوبين فبلاش الطريقة دي بلاش الأسلوب ده في الحياة بلاش يحصل بنا ده لازم يبقى زي ما عندنا ستر ظاهر لازم يبقى عندنا ستر باطن وما حدش يعمل كده لأن إحنا لو عملنا كده فإحنا بنفسد حياتنا لا تنال اسمع لا ينال لن تنال قلب عبد بأن تعلقه بك بأن تفضح نفسك أو أن تفضح أو أن تكشف عورتك الباطنة ما ينفعش تعمل كده تا واحد يقول لي يعني إحنا ما بنبقى صرحاء مع بعض لا الكلام ده مش كده أنت بتتكلم عن خصائصك بتتكلم عن صفاتك أهلاً وسهلاً بس ما تفضحش نفسك في ظنوبك ومعاصيك واحد يقول لي أصلاً عايز أبتدي أبتدي بوضوح ده مش وضوح ده ولا عايزوا بالله بفتح فلازم نعرف كده الأمر الثاني اللي مهم جداً الأزواج بينهم لازم نعرف أن هذا الحديث هذه الرواية من السيرة بتقول لنا كمان افضل احتفظ دائماً بستر عوراتك ومحدش يتجرع على عورات التاني على فكرة الممبايل ده عورات ما ينفعش نتجسس عليه لأن ده وكأن فيه شخص بيتجسس على عورات الآخرين لازم نعرف أن ستر العورة من الكرام ومش من حق حد يطلع على عورة حد تعال نعمل بقى شوية حاجات عشان نقدر نعيش مع حضرة النبي في حياتنا عايزين نرجع مرة تانية ستر عوراتنا وخاصة عوراتنا الباطنة إزاي نرجع نستر عوراتنا الباطنة لو سمحت احفظ أسرارك بالله عليكم ملهاش لازمة خالص وده مش من اتباع سنة حضرة النبي فطح الأسرار كده على السوشيو الميدي لازم نستر عوراتنا الحاجة التانية لازم نبطل حاجات مهمة لازم نعلم أولادنا أنه في حدود في التعامل مع الخطيب ومخطبته وبلاش فكرة أن بيننا ارتباط واللقى الارتباط ده سرح على كل أسرار حياتك نقف شوية عن أن نسرح على أسرار حياتك الحاجة التالتة والمهمة لازم يكون دايماً إحنا حريصين على أن إحنا نعالج عوراتنا الباطنة ونسترها اللي عنده عصبية ياخد نفسه قبل ما يتكلم عشان يستر عورته لأن ربنا سمى ستر العورات زينة والناس بتبقى عندهم زينة لما يستر عورتهم الباطنة اوعى تسيب عب من عيوبك الباطنة من غير ما تتدرب له اتدرب على أنك أنت تبطل عصبية إزاي؟ بالتمرين خد نفسك لما يجي لك الغضب استر عورة الغضب اللي عندك لأن الغضب ده بيخليك تفضح وتخرج أسوأ ما فيك اعمل إيه؟ خد صلى على حضرة النبي وقول عشر مرات لفظ الجلالة الله هتجد ستر من ربنا بغلالة من نور جات على نفسك وابتعدت عن كل ده يا رب ده كان نور حضرة النبي وإحنا مشينا معه فيا رب اجعلنا دائما مع حضرة النبي واجعل يده تأخذ بأيدينا إلى الرضاك نعلم أنك لا تحب الفضحة يا مولانا فاجعلنا مستورين بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعل سيرتنا معها دائما سيرة بركة ونور وفضل يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره فانتظرونا